فساد واستباحة دماء مستدامان، تحت هذا العنوان صنفت مجلة فوربس الأمريكية مشاريع المغرب للطاقة الخضراء بالأراضي الصحراوية المحتلة. المجلة الاقتصادية البارزة كشفت في تقرير لها أن الصحراء الغربية التي يعدها المغرب منجماً للفوسفات ومصدر ثروة سمكية هائلة، باتت الآن حقل طاقة في قبضة الملك محمد السادس والعائلة العلوية المستحوذة عبر شركة المدى القابضة على جميع مزارع الرياح بالأراضي المحتلة. نحو 81% من الأراضي المخصصة لاحتضان مشاريع الطاقة الخضراء التي وضعتها الحكومة المغربية في موازنة 2024 موجودة في الأراضي الصحراوية الخاضعة للاحتلال العسكري. تقرير فوربس اتهم النظام المغربي بالمساومة والابتزاز في إطار ما يعرف بفضيحة ماروك جيت من أجل شرعانة احتلاله العسكري والاقتصادي للأراضي الصحراوية. الحكومة المغربية عدوانية للغاية في ممارسة الضغط على أوروبا إلى درجة ارتكاب أنشطة غير قانونية كتقديم الرشاوة لمسؤولين أوروبيين. النظام الملكي يسعى يائساً لتحويل الصحراء الغربية إلى مشروع مربح من أجل إضفاء شرعية على احتلاله غير الشرعي لها. كما أنه يريد تعويض التكاليف الباهظة للمستوطنات والنفقات العسكرية الهائلة، حيث يقدر المحللون أن صيانة الأسوار الرملية العازلة في الأراضي المحتلة تكلف الرباط أكثر من مليوني دولار يومياً. المجلة الأمريكية أكدت استعداد الرباط لعقد صفقات فاسدة والدوس على حقوق الإنسان من أجل الحصول على ألواح شمسية وتوربينات رياح تجعل من الصحراء الغربية مشروعاً استعمارياً مربحاً يغطى افتقار المغربي للنفط والغاز. اشتركوا في القناة